الحمد لله وقائد دربنا ومعلمنا محمد العبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزر عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من احتدى بحده واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولا سديدا يصمح لكم أعمالكم ويعفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد تنزل فوزا عظيما الله تجعلنا من عبادك الفائزين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخيرا هدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاذا لله وإياكم من الوقع في ذلك ما أشهر المسلمين والمسلمات هذا اليوم هو اليوم الثامن من ذي الحجة ويسمى باليوم أو بيوم التروية يسمى بيوم التروية لأن الحجاج في هذا اليوم قد انطلقوا في المنكة المكرمة متوجهين إلى منا تلكم البقاع المقدسة ملبين مهليين مكبرين مسبحين معظمين في رب العالمين من كان محرما بقي على إحرامه ومن كان متمتعا لقد أحرم لله تبارك وتعالى استجابة لنداء الله تبارك وتعالى وفي هذا اليوم توجه الحجاج إلى منا وليس لكم في هذا المكان وفي هذا اليوم إلا عمل واحد وهو المكث في منا وأداء الفرائض كلها في أوقاتها يمكثون هنالك لكي يستعدوا للغد وما أدراك ما الغد غدا إن شاء الله تعالى هو يوم عرفة وما أدراك ما يوم عرفة ما قلعت الشمس ما قلعت الشمس على أفضل منه على أفضل من يوم عرفة التاسع من ذي الحجة يوم تجاب فيه الدعوات وتقال فيه العثارات وتغفر ذنوب والزلات وتعتق فيه الرقاء من الميران اللهم اشألنا منهم يا رب العالمين ففي مثل هذا اليوم أيها الأحباب نزلت آية وأعظم بها من آية وهي قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقد أتم الله تبارك وتعالى هذا الدين في يوم عرفة ولقد أكمل علينا النعمة في يوم عرفة ولقد رضي لنا الإسلام دينا في يوم عرفة فعلينا إخوة الإمام أن نعظم شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب اللهم اشألنا من عبادك المتقين فالحجاج يستعدون لهذا اليوم الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فكأنما اختصر الكلام كله في فض وركن واحد من أركان الحج ألا وهو عرفة من فاته عرفة فقد فاته الحج اسأل الله السلام والعافية وفي هذا اليوم إخوة الإمام يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله تبارك وتعالى عبدا من النار من يوم عرفة فإنه يوم العذق يعتق الله تبارك وتعالى عبدا كبيرا من العباد سأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم جميعا يا رب العالمين لأن العلماء قالوا المغفرة يوم العرفة والعذق يوم عرفة ليس مخصوصا بالحجاج فقط وإنك هو يعم جميع المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها ولكنت هنا في فرنسا وأن تتصم يوم عرفة إذا قدرت على الصيام وأتقت الصيام غدا يا إن شاء الله تعالى فسوف يغفر الله تبارك وتعالى لك جميع ذنوبك اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين فلذلك أيها الأحباب إنه يوم عرفة والعدق فيه كثير والمغفرة فيه كثيرة الصيام لغير الحج أما اليحجاج فإنهم يجتهدون في الدعاة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم التاسع من ذي الحجة بعد صلاة الفجر انطلق إلى وهد عرفة فمكت هناك إلى صلاة الظهر وأدنا المؤذن لصلاة الظهر وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر وخطب خطبته الشهيرة خطبة الودع ثم انطلق إلى جبل الرحمة في الصخران ووقف هناله ومن ذلك الحين إلى غروب الشمس فكان واقفا يدعو الله تبارك وتعالى وفي هذا اليوم إخوة الإيمان تستجاب الدعاء فلا تحرموا أنفسكم ولا تبخلوا على أنفسكم وإنما جدوا واشتهدوا في الدعاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة خير الدعاء ليس هناك دعاء أفضل من أدعية يوم عرفة ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير فعلى العاقل إخوة الإيمان فعلى العاقل أن يشغل يومه بهذا الذكر بهذا التهليل بهذا التكبير بهذا التسبيح بهذا التحميل ويدعو لنفسه ويدعو لأمته ويدعو لأبنائه وبناته وزوجاته وذرياته ويدعو لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم لأن الله تبارك وتعالى يكون يكون فينا رجل صالح يستجب الله دعوته يسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير آمين آمين يا رب العالمين واعلموا رحمة الله وإياكم اعلموا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رؤية الشيطان ما رؤية الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أغيب ولا أغيب منه في يوم عرفة أي الشيطان في هذا اليوم يعبد على يديه ويندل نبماً شديداً ويغيظ على المسلمين والمسلمات لماذا؟ لما يرى في ذلك اليوم من تنزل الرحمات من نزول الرحمة وقد جاء في الحديث النبوي الشريف أن الله تبارك وتعالى في يوم عرفة يدنو يدنو من عباده يقترب منهم ويتنزل ويدنو منهم ويباهي بهم يباهي بالحجاج ملائكته الكرام ففي رواية يقول لهم هؤلاء عبادي أتوني شعثاً غبراً ويقول الله تبارك وتعالى لملائكته الكرام ماذا أراد هؤلاء؟ ماذا يريدون؟ فتجيب الملائكة الكرام يا ربنا فإنهم يريدون مغفرتك وعندما تضرب الشمس يقول الله تبارك وتعالى لملائكته أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم شميعة يا رب العالمين اغفر للحجاج وغير الحجاج يا رب العالمين في هذا العام سأل الله تبارك وتعالى أن يعمل بهذه المغفرة وبهذا الخير ولا ييأس من روح الله ولا ييأس ولا يقنط من رحمة الله مهما كان ذنوبك عظيمة كبيرة فإن الله تبارك وتعالى أعظم من ذنوبك ما عليك إلا أن تلتجأ متضرعا إلى الله تبارك وتعالى فلسوف يعفو الله تبارك وتعالى ويمحو جميع السيئات اللهم اغفر لنا ذنوبنا واحتق رقابنا من النار برحمتك يا رب العالمين يَإِا كَنْ مَلَا كَنْ أُرْبِي صَرَهِي مِنَاتَ aujourd'hui nous sommes le huitième jour du mois sacré de J execut en ce huitième jour les pèlerins se dirigent versاوتenda en prononcent la ثالبِيَا la formule qui consiste à répondre à la peine والواغتставارك وتعالى عندما يطلقى السببات إلى أطلق المنزل يطلق المنزل هذا المنزل يتلقى ويقى إلى المنزل هذا المنزل هو يطلق لأننا نتلقى يوم الترقية في هذا المنزل يتلقى معنا منزل ويطلق يجلل يجب أن يتلقى الترقية يتلقى يتلقى يجب أن يتلقى سنة يتلقى على الرؤية يجب أن يتلقى تداول إلى نظر إلى المنزل فهور حobic Enter A اكبر افيد افيد فقط أن يكون طريقا لفهم وأنه يتفعي من سنعره لطريق إذنه ويمكنها تارويا في المصنع بين سنعره ويحطين جنجيج فالسلسلين سنسلين من المنم يل ناقف نقطة صورة ويسافر بحراء ويجعل يمكنكم عرصة ويجعل أن تقوم بغطاء تحرقون من المنم على المنم للمنم أخير مصابية أكثر مسألة أنه سيدي وهذا لم تفتل ليس منها لا أسابة لن إتقرأ لن يتوقف لن صباح لن أكثر دائم جوالي 9 لن يجد القليل كيف جون القليل إنه في مقاربا السنة ينفيه على سنة ونزقه في مقاربا بعد أن ينفيه في هذا السنة الله تعالى يقوم بطوة النساء يمع بطوة الدين يجعله على سنة سنة وعراء الله بالسلام أيضا في هذا المقارب النبوه في هذا المقارب في حجزة في النبوه من المتجل صلى الله عليه وسلم الله تعالى a descendu ce verset « Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai complété sur vous mon bienfait et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion » et en ce jour-là effectivement la religion du prophète a été parachevée le jour de la fin c'est le jour du parachèvement c'est le jour du co-recourrement c'est le jour de la complétude c'est le jour de l'excellence c'est le jour de la perfection et c'est en ce jour que les pèlerins vont se diriger à Arafat comme l'a fait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il a le lendemain du jour de Tarouya du huitième jour au matin du Arafat il a prié la prière du Fajd et s'est dirigé vers Arafat il s'est arrêté à la frontière juste à la frontière de Arafat il a installé sa tente et il s'est reposé jusqu'à la prière de Dorme il a accompli la prière de Salat al-Dorme et Salat al-As il les a regroupés et il les a raccourcis également pour libérer le reste de son temps le reste de la journée à faire quoi ? une seule chose c'est invoquer Allah il s'est effectivement installé sur le mont Jabal Rahman où il y a les rochers il s'est tenu debout de cette heure-là c'est-à-dire la Salat al-Dorme jusqu'au coucher du soleil en ne faisant qu'une seule chose c'est invoquer Allah inlassablement jusqu'au coucher du soleil et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les meilleurs du'as que l'on puisse accomplir ce sont celles qui sont prononcées le jour de Arafat il n'y a pas de du'as meilleure que celle du jour de Arafat et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la meilleure invocation qu'on ait pu invoquer qu'on ait pu formuler moi-même ainsi que les prophètes qui m'ont précédé c'est il n'y a pas une meilleure invocation que celle-ci tu renouvelles ton pacte avec l'unicité d'Allah tu renouvelles ton pacte avec Allah le pacte de l'unicité celui qui doit être scellé celui qui doit être en permanence dans nos esprits et dans nos cœurs et également sur nos langues on répète la ilaha illallah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de meilleure invocation que celle-ci donc demain demain répétez à longueur de journée cette phrase ne vous lassez pas de la répéter car c'est la meilleure formule c'est la meilleure invocation invoquez Allah tabaraka wa ta'ala pour vous invoquez Allah tabaraka wa ta'ala pour vos familles pour vos parents pour vos enfants pour vos frères pour vos soeurs invoquez Allah tabaraka wa ta'ala pour la communauté du prophète Muhammad salam alayhi wa sallam afin de la sortir de cet état que tout le monde connait afin que les jours qui viennent soient meilleurs pour cette communauté invoquez Allah tabaraka wa ta'ala il y a peut-être un homme pieux parmi nous dans toute la terre les gens à qui Allah tabaraka wa ta'ala va exaucer leur doula orientez-vous vers Dieu avec des coeurs sincères avec des coeurs purs et sachez qu'Allah tabaraka wa ta'ala exaucera vous deux le prophète salam alayhi wa sallam a dit il n'y a pas un jour durant lequel Allah tabaraka wa ta'ala libère et affranchit du feu de l'enfer des serviteurs plus qu'il ne le fait durant le jour de Arafah qu'est-ce qu'on recherche ? on recherche à être libéré on recherche à être affranchi on recherche à avoir le succès la félicité on prie d'Allah tabaraka wa ta'ala durant ce jour et c'est pour cela qu'on s'expose à la bénédiction d'Allah on s'expose à la rahmah d'Allah on s'expose au pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala et ainsi on a l'espoir de voir notre nom figurer dans la liste de ceux qui sont affranchis du feu de l'enfer un très grand savant disait que le pardon qu'il y a le jour de Arafat l'affranchissement du feu qu'il y a le jour de Arafat il n'est pas spécifique aux pèlerins qui se trouvent à Arafat mais il englobe toute la communauté des musulmans et des musulmans à travers le monde où qu'il soit dès lors qu'il avienne avec un coeur pur avec une intention pure et purée il se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala si possible qu'il jeûne demain incha'Allah le 9ème jour de Arafat pour ceux qui ne sont pas en pèlerinage et bien qu'il jeûne ce jour car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit j'ai l'espoir qu'Allah pardonne l'année passée et l'année après le jour de Arafat Allah donc rappelez-vous cette chose là ne désespérez jamais de la miséricorde de Dieu ne désespérez jamais du pardon de Dieu quelle que soit la gravité de tes fautes reviens vers moi reviens repentant tu ne trouveras pardonneur et miséricorde-le Allah ne te privera pas Allah ne t'éloilera pas Allah ne te poilera pas Allah laisse ses portes ouvertes il attend simplement un pas de ta barre vers lui et tu verras tous tes péchés pardonnés petit écran et qu'il te déらillera pas et qu'il te délaut et qu'il te plume من النار برحمتك يا رب العالمين وتقبل من الحجاج حجه واجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذبا مغفورا وتجارة لانتبور واكتب لنا ولمن لم يتيسر له الحج في هذه السنة حجا مبرورا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين قولوا قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم استغفروا إنه هو قفور الله من الحمد لله علينا ونستعينه ونستهديه ونستمره نعوذ بالله من شرور أنفسنا في آت أعمالنا من يهدي إلاه فلا مضل له ومن يؤمن فلا هادئ له مشبه لا إله من الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائد ربنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه في الأولين وفي الآخرين وفي ملاه الأعلى إلى يوم الدين ورحمتك يا رب العالمين ومن خاني أن أعرف الواقع المساعدة لكم ونفسكم في الله ورحمه الله يحبون المتقين donc n'oubliez pas de jeûner Shabbat demain le jour de Arafat pour ceux et celles qui ont la capacité et la force de le faire Shabbat Dourad est passé d'occasion c'est une occasion exceptionnelle extraordinaire, unique à jeûner donc rapprochez-vous d'Allah par le jeûne si vous ne le pouvez pas par les autres adorations que vous pouvez comme les prières, comme le tigre comme le tahmil, le takbir, le tahmid etc. et essayez de faire des bonnes actions durant ce jour en espérant qu'au coucher du soleil tous nos péchés soient pardonnés nous avons perdu durant cette semaine le père de notre cher frère Marzoc qui a quitté ce monde nous avons également perdu la mère de notre frère Moustapha et nous avons vu qu'on الله تبارك وتعالى سأل الله تبارك وتعالى أن يخفف عنها وأن يفرج عنها يا رب العالمين الله تفرج عن كل مهموم الله تفرج عن المهمومين ونفس كرب المكروبين برحمتك يا رحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في مقابل هذا دنبل إلا رفرت ولا عبال إلا سفرت ولا ديلا إلا قضيت ولا غائبا إلا ربت ولا مليضا إلا شفيت ولا ليتا إلا رحمت ولا طالبا إلا رفقته ونجحته يا رب العالمين ولا مظلوما إلا نصرت ولا حاجة من حوالج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولا نفيها الصلاح إلا وقد يصرتها يا رب العالمين الله لا تفرج جمعنا هذا إلا بذنب مغفور والسعي المشكور وذنب مغفور وتجارة من تبور برحمتك يا عزيز يا غفور الله ما أيقذ قلوبنا الله ما أيقذ قلوبنا يا رب العالمين الله ما أيقذ قلوبنا الله ما أيقذنا من غفلتنا وأنقذنا من شهوتنا واغفر لنا الذنوب التي تهدك العصر واغفر لنا الذنوب التي تغير النعم واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقاب واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء واغفر لنا كل ذنب يا رب العالمين اغفر لنا كل ذنب يا أرحم الراحمين اللهم اعتق رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اجعلنا من عبادك السعداء اللهم اعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أنزلنا منزلا مباركا مع طاعتك اللهم أدخلنا مدخل الصدق مع كتابك وسنة نبيك اللهم إن نسألك أن تبوئنا مبوئ الصدق على طاعتك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم إن نسألك الصدق العبودية بين يديك اللهم إن نسألك الصدق الوقوف بين يديك اللهم إن نسألك أن تجعلنا من عبادك المقبولين ولا تجعلنا من عبادك المطردين اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء وخب أيدينا ونواصينا إلى البر والتقوى وإلى العمل لما تحبه وترضى وكل إخواننا المستقعفين في مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن هذا وصلوا وسلموا على سيدي وحبيبي وقرة عيني سيدنا محمد اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه في الأولين اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه في الآخرين اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه في كل وقت وحيل وفي العالمين برحمتك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله يا رب العالمين شكرا لكم يا خذفين من خذ عند primera لون دسمحيفكم على ونا since أنتم تلك الله من خذفات هكذا هكذا ترجمة نانسي قنقر